في منتصف الستينيات قاد حراك النخب الواسع ومشاركتها السياسية القوية في الاستحقاقات الانتخابية ومجمل الفعل السياسي إلى قناعة الفرنسيين بنطج الظروف في البلاد لمنحها الحكم المحلي وفقا للتوجهات الفرنسية في العديد من بلدان غرب إفريقيا في هذا السياق أصدر الجنرال الفرنسي شارل ديقول 1957 ما عرف بقانون الإطار الذي أعطى المستعمرات مزيدا من الحرية ضمن السيادة الفرنسية من خلال تشكيل جمعية محلية في كل مستعمرة ومجلس حكومة وقد فاز الاتحاد التقدمي ب23 مقعدا من أصل 24 في موريتانيا تم تشكيل المجلس الرئاسي الموريتاني وفق قانون الإطار وتأسست الرابطة العامة للمنحدرين من منطقة النهر بداكار وتزعم هذا التنظيم من التوجه الجهوي الدكتور موسى صو وعبد العزيز باه وابو بكر ألفا وفي مطلع مايو أيار 1958 بذلت جهود كبيرة وكان الإنجاز على قدر الطموح فقد انعقد مؤتمر ألاق بحضور جميع التيارات والأحزاب السياسية الموريتانية وتولد عنه إنشاء حزب التجمع الموريتاني برئاسة المختار والدادة وطرحت لأول مرة فكرة تأسيس عاصمة جديدة لموريتانيا غير مدينة سيندويس السنغالية وفي نفس العام تأسس حزب النهضة في أوسط الصعاب امتدادا لاتحاد الشباب الموريتاني بمدينة كي هيدي وتزعمه بوياقي والعابدين وفي العام 1960 أعلن استقلال موريتانيا التام في الثامن والعشرين من نوفمبر وفي العام 1961 بدأ الاستقطاب الحاد من النخب الوطنية وبدأت تعددية الخمسينات تفرض مستوى كبيرا من الديمقراطية رآه الرئيس المختار معيقا للوحدة واستكمال الاستقلال فاتجه لإنغاء التعددية من خلال تبني نظام الحزب الواحد يقول الرئيس المختار كانت هناك ثلاثة أحزاب معارضة الاتحاد الوطني الموريتاني تحركه فيدرالية مالي وحزب النهضة المدعوم من المغرب والاتحاد الاشتراكي للمسلمين الموريتانيين المدعوم من فرنسا والمكون من شيوخ القبائل الرافضين لهيمنة تيار المترجمين المسيطر على حزب التجمع وستطاع الرئيس المختار من خلال هذا التحول الذي تم بأسلوب ذكي أن يتخلص من خصومه داخل الحزب الحاكم ويستقطب حلفاء من معارضته القوية ويحكم سيطرته عبر صلاحيات رئاسية على السلطة لأول مرة مما مكنه من إقصاء المزعجين من خصومه والتحكم في السلطة التنفيذية تحت شعار الوحدة والبناء وهو ما تم له ترجمة نانسي قنقر